دان شباب مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد اليوم سوف نتحدث حول عملة عبارة عن ميميكوين تم إطلاقها مؤخرا وهي حاليا تعتبر من بين أفضل الميميكوين الجديدة لأنها تمشي بشكل جيد وحقيقة أرباح كثيرة منذ إطلاقها فاليوم سوف نقوم بمراجعة هذه العملة نرى كذلك سر النجاح الخاص بها وكذلك نراجع التوكنوميك والروتماب إلى غير ذلك من التفاصيل لن أطلع عليكم أكثر من هذا أترككم مع الشرح إذن أصدقاء كما قلت لكم في هذا الفيديو سوف نتحدث حول عملة تم إطلاقها في الأشهر الماضية القليلة هذه العملة اسمها بيك بيز وتعتبر حاليا بين أفضل العملات التي تم إطلاقها مؤخرا نظرا للنجاح التي حققته وكذلك نسبة الصعود من رغم ذلك فهذه العملة عرفت نسبة انخفاض في الشارت لكن سوف نرى في هذا الفيديو جميع الأمور المتعلقة بهذا الأمر والسبب في الهبوط وكذلك السبب في النجاح فبالنسبة للمشروع اليوم كما قلت لكم فهو بي بيز هذه العملة فهي تعتبر عملة مثل عملة بي بي فبالنسبة للمعلومات حول هذه التوقن أو القصة الخاصة بهذه العملة يقول لك أنه One Dark Knight أو في أحد الليالي تمكن فيروس رقمي ماكر من التسلل إلى بي بي كوين وقام بإفساد رمز العملة الخاص بها كذلك قام بتحويله إلى شيء لم يسبق له مثيل من قبل وهو هذا الشيء يعني بي بي اون ديد يعني أنه بي بي ميت أو مثل الزومبي كما ترى في هذا المكان هذه قصة العملة أو قصة مشروع اليوم فبالنسبة لتوقنوميكس الخاصة بالمشروع لدينا 90% خاصة بالسيولة أو الليكويديتي 5% خاصة بالماركوتينج و 5% خاصة بمنصات التداول ولدينا 100% بالنسبة فقط للمزاح كما ترى هنا لدينا 100% يعني بيرن أو سيتم حرق نسبة 100% بالنسبة للتاسك فهي 0% كما ترى هنا هنا سوف تجد ستيبس أو رودماب الخاصة بهم فبالنسبة لستيب 1 فالهدف هو الوصول إلى 1000 هولدرز أو لحاميلة هذه العملة 1 مليون هنا بخصوص الماركوتينج ستيب 2 هذا لدينا ستيب 3 والستيب 4 هنا الدونيشن كما ترى أني بعض الأمور متعلقة بالدونيشن فبالنسبة للمشروع كما قلت لكم حاليا يمكنك شراء العملة من خلال الضغط هنا بي بعد ذلك ستذهب إلى ريديوم سواب تقوم بعمل كونكت للوالدة الخاصة بك وتشتري عن طريق السولانة كما هو موضح لك هنا واحد سولانة يشتري لك هذا العدد الكبير من هذه العملات تقوم بعمل سواب مبروك عليك فالآن نرى أن أحداث حدثت بالنسبة لل ماذا حدثت بالنسبة للحديث في الماضي هي أمور حدثت في 21 من أبريل وكذلك في 15 من أبريل أو لا 15 من ماي فبالنسبة لل 15 من ماي عرفت العملة هبوط كبير جدا تسبب في خوف الكثير من الهولدر وحامل هذه العملة سوف نرى ذلك في الشارت كما ترى في ديكس تولز نعود إلى هذا التاريخ كما ترى هنا لدينا 15 كما ترى من 15 ماي فهنا العملة كانت تمشي بشكل جيد ارتفاع ارتفاع وهنا في هذا اليوم فالعملة سقطت سقطة كبيرة جدا كما هو موضح لك هنا لكن فالتيم أو الفريق الخاص بالمشروع فقد شرحوا هذا الأمر ووضحوا السبب في ذلك هو أنه يعني أحد صناع المحتوى أو كونتونت كرياتور يعني صاني المحتوى قام ببيع 7000 دولار وهذا الأمر الذي أدى إلى هبوط هذه العملة كما هو موضح لك هنا نفس الشيء يتحدثون حوله ماذا حدث للعملة في 15 ماي بالنسبة للحلول فهم كذلك يدرسون الحلول الحل لهذه المشكلة وهو إضافة بعض يعني بعد الأرقام لو لا إضافة بعض الدولارات إلى من أجل يعني الحفاظ على العملة واستقرار العملة إلى غير ذلك هناك كثير من الأسئلة كذلك سوف تجدها هنا في حال مثلا أو لا مثل هل هل الفريق محافظ أو محفظات أخرى فالجواب هنا يقول لك نعم فالفريق لديه لديه محافظ كثيرة جدا يعتمد عليها إلى غير ذلك هناك الكثير من الأسئلة كما ترى هنا لماذا من الضرور للغاية في الميمس كوين أن يكون لديك المزيد من الرموز المميزة هنا الإجابة على ذلك السؤال ستجد الإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بك أو الأسئلة يعني طرحها الطرحها للهولدرز والناس التي تستشمل في هذه العملة والفريق قام بالإجابة فهنا سوف تجد إجابة عن جميع الأسئلة كما هو مضح لكم سوف أترك لك الرابط في الوصف الخاص بالمشروع هنا بعض المعلومات الخاصة بالعملة بعد المنصات Binance سيتم إطلاق العملة قريبا فهي حاليا على Kraken, OKX, Bybit, Coquine, Bitgate, Bitmart أو منصة أخرى Hobi وكذلك GetAO الكثير من المنصات التي تم إدراج العملة عليها فكما ترى هنا الشرط الخاص بالعملة على منصة Queen Geekoo كما هو موضح لكم هنا بالعملة حاليا فهي تمشي بشكل جيد كما هو موضح هنا لا زال الناس يشترون ويتقون في العملة كما ترى من رغم السقوط الذي كان في يوم 15 لكن الناس حاليا فهم يشترون أكيد في الفريق سيجد حل لهذا المشكل فكما ترى بالنسبة الماركت كاب وليكويديتي بالنسبة للسوبلاي إلى غير ذلك فنجد بعض الأمور متعلقة بالعملة هنا فكان هذا كل ما هو متعلق للمشروع اليوم فبنسبة للسوشيال ميديا الخاصة بهم نرى بعض المواقع الخاصة بهم مثل Twitter وكذلك Telegram بالنسبة للتويتر هذا هو الحساب الخاص بهم سوف أتركه لكم في الـ Description الذي يمتفع الجيد مع جميع المنشورات كما هو موضح هنا كما كذلك في هذا المنشور Telegram الخاص بهم لديهم أكثر من 1000 سوبسكرايبر كما هو موضح هنا الكثير من الحملات الإعانية يقومون بها مؤخرا نجل الترويج للعملة أكثر وأكثر والمساعدة في السعود فالمهم شباب أكيد لن أطلع عليكم أكثر من هذا نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله